مشاهدين في العرب اليوم بعد قليل على شاشة التلفزيون العربي تطورات الأوضاع الأمنية في أوكرانيا مع إعلان الرئيس زيلنسكي استعداد بلاده لتصدير القمح واتهامات متبادلة مع موسكو بالمسؤولية عن مقتل عشرات الأسرة تطورات الأوضاع في تونس أيضاً مع مزيداً من ردود الفعل بعد الاستفتاء على الدستور الغنوشي يقول إن الاستفتاء فشل وسعيد يرفض التدخلات الخارجية وترقب في العراق عشية مظاهرات التيار الصدري احتجاجاً على إصرار الإطار التنسيقي على ترشيح السوداني للرئاسة الوزراء كنوا معنى عن الخامسة بتوقيت جرينتش الثامنة بتوقيت القدس